أقامت سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني المجيد وذكر الجلوس الثامن عشر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدحة فضاء الله ورعاء وقد استقبل الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية جمعا من المهنئين من كبار المسؤولين في السلك العسكري والدبلوماسي والسياسي وأعضاء من الكونغرس وعدد من أصدقاء المملكة في الاحتفال حيث تمنوا للمملكة المزيدة من التقدم والازدهار وبهذه المناسبة رفع السفير أسماء آيات التهاني والتبركات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدحة حفظه الله ورعاء وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منوها بمحقات المملكة من مكتسبات عبر الرؤى التنموية الشاملة التي يرعاها جلالة الملك المفدى حفظه الله والتي استوعبت القيم الحضارية التي ترتكز عليها روح الهوية البحرينية مما أطفى بعدا حيويا على جوهر العلاقات الخارجية للمملكة مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية وأشار سعادته إلى قوة العلاقة البحرينية الأمريكية الممتدة لما يزيد على القرن وشهدت تطورا ملموسا في العديد من المجالات الهامة العسكرية والسياسية والاقتصادية والثقافية مشيرا إلى أن التعاون الدفاعي بين البلدين الذي بلغ سبعين عاما من الملامح الاستراتيجية المتميزة لعلاقات الصداقة الراسخة بينهما كما حرصت مملكة البحرين على المشاركة بفعالية مع الولايات المتحدة في التحالفات من أجل حفظ أمن واستقرار المنطقة منذ عقود طويلة وأشار سعادة السفير إلى مخرجات الزيارة الناجحة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليل عهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الأمريكية واشنطن مؤخرا والتي شهدت توقيع اتفاقيات عسكرية وتجارية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 14 مليار دولار أمريكي مما يدلل على تكامل المسارات للشراكة الحيوية ضمن إطار العلاقات الثنائية المميزة التي تتواصل في التطور واختتم سعادته بتأكيده حرص مملكة البحرين على استكشاف المزيد من فرص التعاون المثمر بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين إننا نلتقي اليوم للاحتفال باليوم الوطني البحريني والذكر الثامن عشر لتولي جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم إن رؤية جلالة الملك المفد الإصلاحية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وضعت البحرين كنموذج احتذابه في المنطقة إنها رؤية جلالته الثاقبة التي شكلت السياسة البحرينية الخارجية وعززت العلاقات مع دول العالم وخصوصا الحلفاء إن العلاقات بين مملكة البحرين والوليات المتحدة الأمريكية تمتد على مدى قرن من الزمان وإن تلك العلاقات آخذ بالإزدهار والتقدم بما في ذلك الشراكة في المجال الأمني ومرة بعد أخرى فإن البحرين وأمريكا يسيران كتفا بكتف من خلال المشاركة في التحالفات التي تقودها أمريكا في الإقليم وآخرها التحالف الدولي لمحارب التنظيم داعش الإرهابي إن التعاون الأمني يدعمه ويعززه التعاون التجاري الوثيق وخلال الأسبوع الماضي زار سمو ولي العهد واشنطن وشهد سموه على توقيع اتفاقيات كبرى بين مملكة البحرين والوليات المتحدة الأمريكية تبلغ قيمتها عشرة مليارات دولار وإحدى الاتفاقيات كان مع شركة ألبا لتطوير أحد خطوط الإنتاج الأمر الذي يجعل شركة ألبا ضمن مصاف أكبر مصانع الألمنيوم في العالم إن الروابط الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والوليات المتحدة الأمريكية آخذت بالنمو والتطور لمواجهة التحديات سويا ولما له من مصلحة مشتركة للبلدين الصديقين إن مملكة البحرين من أقدم وأقرب الشركاء في الخليج العربي لقد عدت مؤخرا من البحرين وكان لي شرف مقابلة سمو ولي العهد وقد أكدنا على أواصر الصداقة والشراكة بين البحرين وأمريكا إن أمريكا محظوظة لوجود أصدقاء مثلكم وإنني مسرور أن نحتفل مع بعضنا بالإنجازات التي حققتها البحرين وعلاقات التعاون والصداقة بين البحرين وأمريكا هناك الكثير من التحديات اليوم ونحن نعلم أننا سنكون أقوى إذا واجهناها سويا لا طالما أكدت أن الشراكة الحقيقية هي مشاركة التحديات والفوائد وهي كذلك بين أمريكا والبحرين أن البحرين حليف وشريك في المنصة ونشترك مع أمريكا في أهداف تحقيق الأمن والاستقرار وازدهار الخليج العربي أنا أهنأ البحرين بعيدها الوطني وأسعيد بالتواجد هنا والاحتفال معكم إنه من الرائع أن أكون هنا لأحتفل معكم في اليوم الوطني البحريني إن جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك مملكة البحرين يملك رؤية ثاقبة وبعيدة وقد أكد مرارا على أهمية توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات ولقد دعم جلالته كل ما يؤدي إلى تطوير قطاع الحوسبة السحابية وتسخير التكنولوجيا لدعم ريادة الأعمال ورؤية البحرين أسفرت عن افتتاح منطقة بنية تحتية لخدمات الإنترنت والحوسبة السحابية لتكون البحرين أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستقطب منطقة أمازون لخدمات الإنترنت إن دعم البحرين والرؤية التي تمتلكها وفرت كافة المقومات التي تؤهلها لتعزيز التنافسية في قطاع المعلومات والاتصالات إنه لفخر الأمازون أن تكون في البحرين وأن تعاون كي ندعم قطاع المعلومات ليس فقط في البحرين بل والمنطقة من خلال ما توفره المملكة من بنية تحتية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر